أولا، التباحث مع المركز الدولي للزراعة الملحية إكبا في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجالات التنمية الزراعية والاستدامة البيئية ثانيا، التباحث مع الجانب القبرصي في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في غطاء الطاقة ثالثا، التباحث مع الجانب التونسي في شأن مشروع مذكرة تفاهم في مجال العمل المحاسبي والرقابي والمهني رابعا الموافقة على الهيكل والدليل التنظيمي لوزارة التجارة والاستثمار خامسا الموافقة على استضافة المملكة لمقر المركز الإقليمي لأنظمة الرصد الجوي سادسا الموافقة على استمرار الهيئة العامة للجمارك بصرف بدل طبيعة عمل لموظف الجمارك سابعا الموافقة على قواعد عمل لجنة إعداد اللوائح التنفيذية لنظام الخدمة المدنية ثامنا وافق مجلس الوزراء على ترقيات للمرتبتين الخامسة عشر والرابعة عشر وذلك على النحو التالي واحد ترقية سامي بن محمد بن إبراهيم بن جديد إلى وظيفة مستشار إداري بالمرتبة الخامسة عشر بديوان المظالم اثنان ترقية خالد بن عبدالله بن عبدالعزيز العثمان إلى وظيفة خبير نظام ألف بالمرتبة الخامسة عشر بهيئة الخبراء بمجلس الوزراء ثلاثة ترقية الدكتور إبراهيم بن مهنة بن عبدالعزيز المهنة إلى وظيفة مستشار للشؤون الأمنية بالمرتبة الرابعة عشر بوزارة الداخلية أربعة ترقية عيد بن جروان بن عيسى الشمري إلى وظيفة مستشار إداري بالمرتبة الرابعة عشر بالرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء خمسة ترقية جديع بن محمد بن حمود الجديع على وظيفة مستشار شرعي بالمرتبة الرابعة عشر بالرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء هذا وطلع مجلس الوزراء على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله وقد حاط المجلس علما بما جاء فيها ووجه حيالها بما رأى اشتركوا في القناة